طيب سلاسي النادي المصري البورسعيدي بعيد بقى عن الاهل والزمالك وبرامدز احنا نتكلم على التلاتة الياس الجلاصي وعبد الرحيم نغموم وجرندو السلاسي سلاسي المصري نادي الزمالك بيتابعهم في الوقت الحالي لإعداد ملف كامل عنهم وعرضوا على أسوريو قبل بدء التفاوض معهم والتلاتة المميزين للغاية للغاية يعني كمان نادي ببرامدز بدأ يزاحم نادي الزمالك والاهل على امام عشور خد بالك امام عشور أنا قلت الكلام ده كل يوم بقوله يعني امام عشور ما زال لعبا في ميتلند الدنماركي امام عشور مش مبسوط هناك بس وارد انه يكمل هناك والأولوية عنده انه لو هينتقل من ميتلند يروح لفريق أوروبي آخر بس هو بقى ورقة الى حد ما متاحة متاحة للأنظار في لعبة كده اللي هو ايه انت مستحيل تروح تتفاوض معه أصلا ولا تتكلم معه ليه عشان مستحيل هي لكن امام عشور قلق ينفع تتكلم ينفع تتكلم مش كاب برامتز بيخش الزمالك طبعا هيخش الاهل بيبص من بعيد وانا دايما في القصة الاهل دي حريص جدا عشان فيه ناس بيتأكد يقولك ايه الاهل يا تفاوض مع امام عشور والاهل هيدم امام عشور في السيف ومتلا ان ده كان كبري ما فيش الكلام ده خالص خالص انا تأكدت من الاهل وتأكدت من المقربين من امام عشور مفيش مفاوضات اطلاقا من النادي الاهل امام عشور بس بالتأكيد بما ان امام عشور قيمة لاعب مهم ولاعب مميز اكيد الاهل بوصص من بعيد اكيد بطبيعة الحال وبرامتز هيبص وزمالك هيبص وممكن ان ده عربية تبص ادام الورقة متاحة نحن نشتغل عليها باية